ستة المزيعة رهام سعيد صاحبة المشاكل والأزمات والكوارث وطولة اللسان والتلقيح الكلام على مخالق ربنا وفضيحة الناس وفبركة المشاهد وفبركة الحلقات أعتقد ما كانتش بتطلع رهام سعيد في حلقة إلا وتعمل جدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي البعض كان بيقدم فيها شكاوة وتم تحولها للتحقيق بسبب فتاة المول ومش عارف بسبب حلقة العفريت وحلقة التعالب يعني كتلة مشاكل بتظهر على التلفزيون في برنامج اسمه صبايا الخير صبايا الخير اللي ما بيعملش خير في حياته غير ان هو بيسوق وبيشوق سمعة الناس وبيتبلع الناس وبيعمل مشاكل رهام سعيد أخيراً ويمكن ده دي معلومة مش هتلاقيها موجودة في الخبر ولا موجودة في تغريدة رهام سعيد اللي كتبتها سمعت لنصيحة بعض المسؤولين في البلد أحد وده معلومة من أحد المصادر إن شخصي في جهة سيادية ما قال لرهام سعيد كفاية عليك الحد كده وغير مسموح ليكي إنك تطلعي تعملي اللي كنت بتعمليه وغير مسموح ليكي وخلاص كده الغطاء بتاعنا اتشال من عليكي وبعد كده هتتحاسبي عن كل كلمة تقولها تقول رهام سعيد بقى تعمليه تقرر النهاردة في منشور نشورته على حسابها على إنستجرام تطلع تقول وتعلن اعتزالها الألاء واعتزالها العمل كمقدمة برامج وإن هي خلاص كده هتركز في التمثيل طبعاً كلكم عارفين إن رهام سعيد أصلاً كانت شغالة ممثلة قبل 2015 حد أقنعها قال لها لا تعالي اعملي برنامج على قناة النهار تقريباً وقتها كان اسمه الصبايا الخير والبرنامج بدأ لطيف يعني أنا فاكر بداية البرنامج كان حاجة لطيفة بتتكلم في الخير وبتساعد فلانة وبتساعد فلانة وبتجوز اللي عايز يتجوز وبتجيب عفشه وبتجيب مش عارف جهاز لبنات أيتام وبعد كده بتروح تسد الناس اللي عليها ديون وبتروح تجيب طلوم بطمية مش عارف للناس اللي في الأرياف بدأ البرنامج بتاعها لطيف خفيف لحد ما بدأت رهام سعيد تخش في السياسة بدأت تعين نفسها راعي للقيم والمبادئ وتجيب الناس تهزقهم وتشتمهم وتروح تفبرك مشاهد وتروح تشنع بسمعة بنت اللي تسمت فتاة المول النهاردة رهام سعيد قالت حقي برقابتي ورجعت عشرين تلاتين خطوة الوراء لقبل 2015 وهترجع تشتغل رهام سعيد تاني فقط في التمثيل حتى قالت في المنشور بتاعها إنها هتطالب نقيب الفنانين أشرف زاكي إنه يساعدها إن المخرجين والمنتجين ينسوا إنها مزيعة إنها تبدأ تاني تشتغل في التمثيل يعني أنا شخصيا سعيد وأعتقد كمان حضراتكم سعداء بهذا القرار إن إحنا الحمد لله رب العالمين مش هنشوف تاني رهام سعيد على الشاشة مش هترجع تاني رهام سعيد تهزق وتشتم وتبلطج على مخالي ربنا ومش هترجع تاني تبس بقى الكراهية والحاجات اللي كانت بتعملها في برنامجها ممكن نشوفها في مسلسل تقوم بدور الأم مثلا أو تقوم بدور أي حد سيدة مطلقة مثلا يمكن هيبقى يعني لايق عليها أو الدور ده أو تقوم مثلا بدور ست شريرة مثلا قاتلة محترفة هيبقى عليها هذه الأدوار لكنها تطلع مزيعة في برنامج خير أعتقد كانت كتبة ومحدش كان بيصدقها خلال الكام سنة اللي فاتت وده بيظهر من كمية الأضايا اللي موجودة لحد النهاردة في درج المحكمة مش في ساحة القضاء